من يتحدث عني كملحد لا يعرف عني شيئا فأنا لست مجغولا بوجود الله أو عدم وجوده أنا مجغول بوجود الإنسان أو عدم وجوده ليست المشكلة إذا كانت طبيعة الله مشابهة لطبيعتنا نحن البشر أم لا المشكلة هي هل أن طبيعتنا المشتركة نحن البشر تجعلنا متساوين فيما بيننا ليست المشكلة في أن نأكل الخبز في الكنيسة في المناولة ونشترك في جسد المسيح المشكلة اليوم هي فيما إذا كان لدينا خبزا يكفينا ليست المشكلة ما إذا كنا نعطي مال الله لله وما لقيصرة لقيصرة المشكلة هي أن كيف لنا أن نعطي مال الإنسان للإنسان ليست المشكلة اليوم هي وجود الله أو عدم وجوده المشكلة الحادة اليوم هي وجود الإنسان أو عدم وجوده السلام عليكم أصدقائي كانت هذه المقدمة من كلمات ترجمها الراحل نبيل فياض بنفسه من كتابه الذي ترجمه لعالم الأديان وفيلسوف الأديان فيورباخ وأراها تنطبق عليه كثيرا وكأنه هو الذي قالها طبعا كانت هذه الكلمات هي أعتبرها رد على كثير ممن اتهمه بدءا بالإرحاد ومرورا بمحاربته للإسلام وأيضا ميله إلى الشيعة قضلا عن اتهامه بالتحالف مع النظام قتل أبناء شعبه كما اتهمته المعارضة السورية من هنا نجد أن موضوع الإلحاد والإيمان كان شغل يشغل بال الراحل نبيل فياض مثل ما كان يشغل بال الفيلسوف القرن التاسع عشر فيورباخ ورأي بعد قراءتي لكتب فيورباخ بترجم الثياد طبعا هو أن الإلحاد في الحقيقة هو جوهر الإيمان وجوهر الدين وكما يقول فيورباخ طبعا وتنويعا على هذا أرى أن الملحد في الحقيقة هو الله نفسه وليس الإنسان أعني الله وفقا للمعنى المتداول والموروث عنه وليس الذي في القلوب فهذا الإله كما أرى هو من ألحد وكفر بالإنسان وليس الإنسان من كفر وألحد به وهذا الموضوع سنفصله لاحقا في كل الثقافات الدينية الآن في الغرب والشرق لم يعد هناك ما هو ممنوع يعني مدام أنت باحث وتدعم بحوثك بالأدلية تدعم بحوثك بالوثائق لا يوجد من يمنعك أن تقدم أي شيء أنت تعرف في الإسلام أو في الشرق مجرد أن تحكي كلمة عن شيخ صغير تقوم القيامة ولا تقعد وتهدد بالقتل وتكفر يعني فأنا أعتقد أنه استخدموا سلاح التكفير لحماية هذا التراث استدقني لولا سلاح التكفير وبالتالي تكفير يعني إقال قتل يعني التكفير إقال قتل فبالتالي هم استخدموا سلاح التكفير من أجل حماية هذا التراث المهترئ المتداعي يعني أنت إذا قرأت كتابي مصحف علي تقول لي دول مجانين يعني الخبرية نقيد الخبر ونقيده الخبر ونقيده الخبر ونقيده يعني لا تستطيع أن تعرف أين تبدأ الحقيقة وأين ينتهي الكاثب يعني بصراحة لذلك أنا صديقة ألمانية يعني من أهم الباحثات حاليا في ألمانيا قالت لي أنه العمل في التراث الإسلامي مثل إضاعة الوقت بدون معنى يعني لأنه كله تراث كله كذب كله كذب يعني أنا عندي أبي إبن كعب بالمناسبة هو حبر يهودي هو حخام يهودي يعني هو من بني النجار اللي هني أخوال النبي محمد أخوال والده وأخوال جده وبني النجار حسب الروايات كانوا كلهم يهود فأبي إبن كعب اصطدم مع السلطة الحاكمة اللي هي عمر بن الخطاب وجماعته بمسألة مصحفه ها هي كيف يمكن أن تحصل ومات أبي إبن كعب صدقني ما عندي ولا خبرية أو ولا خبر ولا رواية أستطيع اعتماده بشكل دقيق في مسألة متى مات أبي إبن كعب هل قتل أم لم يقتل معنى شيء كله كذب كل أكاذيب لكن نحن مضطرين نتعامل مع هذه الأكاذيب لأنه غيرنا بآمن بهذه الأكاذيب أنا شخصيا لا أؤمن بكلمة واحدة من كل هذا التراث السلام عليكم مصدقائي ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من أوهام الدين هذه الحلقة سأخصصها للكاتب والباحث نبي الفياض الرجل لم أكن أعرفه جيدا حتى الفترة الأخيرة لكنني كنت أتعرف عليه من خلال كتبه وبحوثه وترجماته المهمة جدا لم تكن لدي أي معرفة بمواقفه السياسية وهذا الموضوع كان الموضوع السياسي لا يهمني كثيرا وأعتبره موضوعا وتقلبا ولا يمكن أن يؤسس عليه شيئا للمستقبل الذي يؤسس للمعرفة والمستقبل هو النتاج الفكري والبحثي والمجهود الذي يحلل واقع مجتمعاتنا فكريا ومعرفيا ولا يقتصر هذا على المواقف السياسية الراحة النبي الفياض تلفت فيه الأراء كثيرا وهذا الاختلاف هو الذي شجعني على أن أثير هذه المسألة كي نهاول جميعا إعادة النظر في مواقفنا وعدم خلط السياسي بالفكري والثقافي والمعرفي هذه المسألة طالما كانت هي سبب في الكثير من بصراحة المخازي التي تورطت فيها كثير من جماعاتنا وشعوبنا وفرقنا الدينية أو السياسية المختلفة الراحة النبي الفياض كان ضد الإسلام السني ونوعا ما ضد الإسلام الشيعي وعبر عن هذا كثيرا كان ضد الأنظمة العربية على اختلافها لكنه كان مع الدولة وهذا راح نتحدث عنه بعشوية كان شجاعا حادا يرفض أن يناور حتى في مواقفه طالما قال أن سبب تخلفنا الوحيد هو الفكر السني ثم الفكر الشيعي بالدرجة الثانية قال أيضا لدينا مشاكل كثيرة تقريبا مع الجميع شرقا وغربا بل حتى بيننا وبين أنفسنا نحن باختصار كما يقول نرفض كل ما عدنا وهذا كما يرى مرضنا الأساسي القاتل قال أيضا أن المشكلة ليست في داعش بل في مؤسسات الإسلام وكان هذا تصريحا لافتا وناجرا ويعني بهذا مؤسسات مثل قيروان والأسهر الشريف ومؤسسات الشعية في قوم والنجف وغيرها قالها بصريحة الأبارة أن هذه المؤسسات هي سبب تخلفنا وهي مصدر كل تيار شيطاني خرج علينا ودبح وقتل وفجر وشوه وخلف أو عطل كل إمكانات وطاقات مجتمعاتنا العربية الإسلامية قال يجب علينا أن لا نتسامح مع أي كهن وأي إنسان يرفض التسامح هذا ما رفعه شعارا له لا يمكن أن تتطور مجتمعاتنا أو تتقدم أو تشكل لها حضورا في المستقبل إن لم نتقبل فكرة التسامح وفكرة السماع الآراء والديمقراطية طرح الآراء ندافع عن حرية الإنسان وعن حقوق الإنسان أنا أعتقد أن الأدس سواء الحكومية أو المؤسسات الخاصة الدينية تلعب دورا هاما جدا وأنا أنطلق من نتجه بسورية في نشر فكرة التطرف على سبيل المثال في كلية شريعة بجامعة دمشق تكلمت قبل سنوات على إحدى المحطات الفضائية الخالجية عن كتاب العقيدة الإسلامية والفكر المعاصر وهو كتاب تكفيري بالمعنى الكامل للكلمة هناك بعض النصوص التكفيرية الوجودة الموجودة التي تدرس في كلية شريعة بجامعة دمشق هناك كليات خاصة يمكن القول أنها تمثل بشكل أو بآخر الثقافة الداعشية التي لم تنزل عليها من السماء أنها خرجت من تحت القشرة رقيقة جدا تغطي هذه الحركات وانكسرت هذه القشرة وخرجت هذه الحركات إلينا أنا تكلمت منذ مدة في مؤتمر وعقدة في أمريكا عن قانون الأحوال الشخصية السوري هو قانون بصراحة وقانون تمييزي قانون تمييزي طائفي قانون تمييزي جنسي ضد المرأة ضد الأقليات ضد المسيحيين ضد الدروس فقط عن التجربة الدينية بكتور نبيل نعم كي لا نتحدث فقط عن تجربة سورية عموما المؤسسات الدينية والقوانين التي تطرقت إليها إلى أي درجة تتحمل مسؤولية برأيها الجدل هنا حول آلية محاربة هذا الفكر فقط لتوضيح تفضل نحن بحاجة لإعادة نظر جذرية بكل هذه المؤسسات بدءا بالأزهر يعني قبل مدة حصل أو جار نوع من الاستفتاء في الخليج حول من يؤيد داعش النسبة كانت عارية جدا أنا قرأته على أحد المحطات الخليجية النسبة كانت 83% مؤسسة أخرى عملت أو أجلت استرثاء حول من يؤيد داعش في السعودية والخليج النسبة كانت فوق 90% هذا كلام خطير جدا جدا لماذا لأن الأرضية يعني نحن ننتج دواعج ونتساءل من أين تأتي الدواعج طبعا لابد أن أذكر شيء مهم جدا وهو توقعاتي بأن هناك من سيلومني على التناول نبيل فياض الأمر أنا أعتبر هذا أمر غير مقبول ويجب علينا أن نتعود على تناول جميع الأسماء المهمة ليس لأنها مهمة فقط أو لأنها معنا أو ضدنا إنما لأنها تستحق الذكر سواء كنا نتوافق معها في الرأي أو لا نتوافق الشخص من هذا النوع أنا سئلة إذا لم أتناول نبيل فياض أو سيد القمني أو أسماء كثيرة جدا مشابهة فمن نتناول هذا شيء عجيب جدا طبعا منذ وفاة الفياض تابعت المواقف وكانت فعلا تكشف عن عجب مأساتنا وقدرتنا المذهلة على تشويه كل شيء فقط لأننا عاطفيون وكل ما نريده أن يتخذ جميع موقفنا نفسه بغض النظر عن أي موقف فكري أو معرفي هذه بالمناسبة فضيحة يعني مو على مستوى الأفراد هاي المسألة بل على مستوى المجتمع العربي الإسلامي بأكمله بما فيه طبعا من دول ومؤسسات وتوجهات ويعني مؤسسات إعلامية وحكومية وتربوية وجامع وما لذلك طبعا كان هناك نوعان من المواقف الأول موقف صامت وهذا معروف والثاني بادر وتحدث وكان الحديث كله الغريب ليس عن نبي الفياض نفسه مباشرة بل عن من تحدث فقط أعني بأنهم هؤلاء يتحدثون عن نبي الفياض من خلال مرآتهم الخاصة وهذه مشكلة خطيرة جدا أنه لا يسمحون لإنسان بأن يكون هو نفسه إنما يجب أن يتطابق مع مواقفنا ونقيس هذا الإنسان وفقا لمأيارنا الخاص يعني كل ما كان يعني هؤلاء هو مدى تقارب أو تعارض مواقف نبيل مع مواقفهم وانحيازاتهم وانحيازاتهم الخاصة طبعا هذا صار سلوك طبيعي لا يشعر به الجميع وكان ليس من حق أي إنسان وفياض هنا مثلا أن يتخذ موقفه المختلف عن الجميع هذا بالمناسبة هو نفس الموديل الإسلامي المتعصب البدوي لا يوجد فرق لأنه أما أن أكون معك أو ضدك هذا التفكير انتقل إلى جميع طبقات المجتمع بغضا سواء كان متدين أو غير متدين أصبح يعني موديل معرفي أو نهج معرفي نتعامل به ووفقه في كل شيء هذا أصبح عادة لدينا وسليقة لا نراها ونمارسها بدون أن نكتشف أبعادها هذا هو اللي يجعلنا نشوف مثلا العلماني نفسه اللي يفترض بأنه هو متضامن في المنهج العام مع نبيل نجده يتعامل معه من خلال موقفه السياسي وليس موقفه البحثي والمعرفي ممكن أن أختلف معك سياسيا وممكن أن أختلف معك بحثيا ومعرفيا لكن هذا لا يعني أنني أقاطعك أو أنكرك أنك موجود ولديك جهدك وبحثك لكنني أختلف معك معنى المعاني نحن نأزل فيما بيننا ونضع الحواجز وننفي ونمسح أو نلغي الآخر فقط لأنه آخر هذا الموقف هو موقف دغمائي موقف استبدادي جدورة فاشية ونازية وشوفينية وأيضا دينية طبعا بامتياز لأن الدين هو من أكبر العقائد أو التوجهات الاستبدادية وهذا اللي خلانا يعني أننا الكثيرين نهم إلى هذا الرجل وحتى وفاة عندما تشوفون حضرة وناس عدد قليل جدا من الناس في جناسته وحتى من الإعلام الرسمي أو من المؤسسات الرسمية لم يحضروا جناسته ولا شيعوا تشريع اللائق به هذا ماذا يعني؟ ومع هذا لا الدولة راضية عنه ولا أعلنت حتى نعية ولا المتهمة به طبعا المتهم بالتحالف معها ولا المعارضة تفرغت لكي توضح الأمر وهذا الشيء يكفي لهذا الرجل يكفي أن يشهد لهذا الرجل بحرية بقدرته على أن يعبر عن آراءة بحرية لا يمكن نكرانها سواء من قبل المحبين أو الكارهين له أو المؤترضين على فكره وسيرته أو نشاطه الفكري ومواقفه كما ترون هذه الصورة من صحيفة نشرت خبر وفاته وتشيئه وتحت عنوان ربيب مخابرات الأسد وفاة نبيل فياض وتشيئ دون متواضع رغم سنوات التشبيح وطبعا هما توقفون الفيديو وتقرؤون نص التعليق ولم ذكروا أنه رجل لم يحضل لا بتأهيد المعارضة التي يمثلها كاتب هذا الخبر ولا بتأهيد الدولة الرسمية وأيضا احتجاج عليه لأنه صرح مرة من مرات كتب شيء العلاقة بأنه هناك أكثر من سوريا وليس من سوريا واحدة نجد هنا مقالة أخرى في صفحة خاصة أعتقد بنبيل فياض على صفحة الفيسبوك باسم غسان مقدسي هو قال في مقالة الكاتب المفكر دكتور نبيل فياض تحت عنوان المسيحيون لا يزرعون الزيتون يقول هذه النشرة عام 2013 قال أنا هذا العنوان كان أثاري جدا وكنت مستاء من هذا الكلام ولكنني بعد مرور تسع سنوات على هذه المقالة شعرت بأنني كان يستحق من عندي أن أقدم له أشهد عبارات الاعتذار كان بالنسبة له هو السوري الوطني المتنور وكنت مسيحيا محبا للمسيح أكثر من كثير من المسيحيين الفكرة ما المقال كانت هي أنه أنه ما حصل في سوريا أننا قابلنا قدوم من يمثل الإرهاب والإرهابيين وهو كان من ألد أعداء الإسلام السني تحديدا وكان يعتبر بأنه دخول أو تربية أو سماح الدولة السورية بنشر المذهب الوهابي والسلفية في ربوع سوريا كانت مسألة خطيرة جدا وقال أنا كنت أسافر بها إلى حلب ومناطق أخرى وأجد الريف وكتب السلفية تنتشر انتشار وبائي أو فيروسي كان يقول في المقابل نحن يعني يذكر حادثة في يهودي يدخل فيها في خلاف مع آخرين وقال لهم أنا سأغادر هذا البلد إلى حيث بلادي ويقصد بلادي العصلية اللي هي فلسطين بفهم اليهودي لكن هو قال بأنه نحن عملنا على طرد هؤلاء وتشريدهم من أماكنهم واقتلاحهم من جذورهم التي هي في سوريا وبدلا من هذا استوردنا وناسا آخرين لا علاقة لهم بسوريا ولا بثقافات سوريا ولا طبيعة سوريا الثقافية والسكانية والجغرافية هؤلاء أتوا ونشروا ثقافة يعني طارئة اعتبرها على سوريا وهذه الثقافة الثقافة السلفية المتطرفة الوهابية وأن هذه الثقافة ستؤدي بسوريا للخراب وفعلا حدث هذا حدث ما حدث وكان هو بصراحة كان يحذر من هذه المسألة منذ وقت مبكر يعني قبل الربيع العربي بسنوات وهذا الأمر بعد ذلك هو يأول بطريقة الخاصة طبعا نرجع لنبيل فياض وجهده العلماني أو باعتباره شخص علماني هو نمط المثقفين والمفكرين السوريين والناشطين السوريين عموما هما يختلفون عن نمط التقافة المصرية أو المنتج الإبداعي الفكري المعرفي المصري لكن عندما نقارن سيد القمني مثلا مع نبيل فياض نجد أن هناك فرق بينهما من أهم هذه الفرقات وممكن نبحث هذا الموضوع بالمناسبة يعني الفرق بين ثقافة الشام أو التوجهات العلمانية أو الفكرية الشامية والتوجهات المصرية أو الذين يدورون في فلك الثقافة المصرية عندما نلاحظ مثلا شخص مثل سيد القمني باحث مهم أنا نشرت عنه أكثر من حلقة هذا نجد معركة سيد القمني كانت دائما مع التطرف السني ولكنها كانت معروفة العبعات يعني هو دائما كان خلافة يدور داخل أسوار الدين الأمر نفسه مع نوال السعداوي وأيضا مع فرج فودة إلا أن نبيه ليختلف عنهم بأنه لا يقاتل أو يحارب داخل فضاء الدين وحدود الدين وتعاليم الدين ومصادر وأصول الدين يعني هو لا ينافس الأصوليين على أصليتهم لا هو ما يذهب إلى أبعد من هذا ويضع الدين أمامه ولا يدخل ضمن فضائه ويتحدث داخل فضائه أي أنه لا يتمنى الأصول والمصادر التي أو الأسس المعرفية التي يقف عليها الدين بل ينتقد هذه الأسس أصلا ويبحث فيها مجددا بطريقة مختلفة يعني أكو اختلاف استراتيجي بين الثقافتين يعني الثقافة الشامية والثقافة المصرية أو الوسط المعرفي أو الثقافي المصري أيضا هذا الأمر لا يشمل نبيل طبعا يشمل أيضا ممكن هو كان يعتبر بالنسبة إلي أعتبره هو تنوع مهم على صادق جلال العظم وإن كانت لديه خصوصيته طبعا هو أيضا تنوع على أدونيس وكبار المفكرين السوريين أيضا والعرب يعني هو أيضا كان هذا يعني هؤلاء جميعا كانوا يشكلون يتحدثون من خلال ألمانية واضحة العلمانية المصرية لم تزل نادرا ما نجدها واضحة لكن العلمانية الشامية السورية كانت واضحة نظرا وسلوكا وممارسة وإن فشلت طبعا في هذا التوجه نبيل بالمناسبة نبيل فياض يرى بأنه يعني من هذا الباب يرى بأنه كعلماني هو لا يرى العلمانية بأنها هي معنى سيكولاريزم لا هو يعتبرها بالسيكولاريتي ما الفرق بينهما هو يقول مثلا أنه أنا يعني بالعلمانية هي حرية الدين وحرية التدين فبينما الثانية يعتبر هي الحرية من الدين فهو أهناء الفرق لكنه مع هذا يقول أنه سواء هذه العلمانية يعني العلمانية التي تعني حرية التدين والدين والثانية التي تعني الحرية من الدين هذا بالنسبة يقول مع هذا هي الأمر مرفوض من قبل المجتمع المتدين أو الإسلامي تحديدا في مناطق الشرق أو غرب آسيا بتعبيره هو يقول هذا مرفوض من طرف الإسلام الإرهابي ويسمي هذا الإسلام الإرهابي ومرفوض أيضا من طرف الدولة الدولة التي الدواء يعني لا يقصد الدولة السورية يقصد مؤظم أو كل الدول العربية يعني هي هذه الدول تسعى إلى التأسلم خوفا من سيف التكفير يعني ماذا يرى نبيل يرى بأنه هو يقصد ضد روح الشرق الموجودة داخل الحاكم هذا الحاكم اللي دائما كان إما يكون حكمه ملكي أو وراثي أو بين يبين أو بين يبين أو استبدادي أو يعني عسكري تاري هذا الحاكم دائما يستخف بالعقل الإنساني ويستخف بمواطنينه بالتالي وبكل ما هو إنساني الحاكم بالنسبة لنبيل فياض كما يرى هو كائن إرهابي هو كائن مستبد وعنصري وعرقي وطائفي وهو متطرف هدفه وكل همه وكل بحثه هو تحويل نزوعة دائما تحويل البشر إلى قطعه بالمناسبة أنا عندي أنا من تعريفاتي عندي أكثر من حلقة أن الدين هو القطيع وهذا اتحدث أكثر من حلقة تناولت هذا الموضوع ممكن مراجعتهم من تساؤلات نبيل وفقا وفقا لما سبق من تساؤلاته قال ما هي ليش يقول هنالك رغبة بتكوين قطعان بشرية يقول هي أفضل طريقة لتكوين قطعان بشرية تذغو بتعبيره تذغو كما تذغو الأنعام خلفه هذا السياسية ذاك هو بجعلها أن ينشرب فيما بينها الطعف فيه هذه الطعفية هي التي تجعل هؤلاء جميعا مجرد قطعان ممكن استخدامها وقت الحاجة لكقرابين على مذبح مصالح هؤلاء فبناء على هذا يتساؤل كيف تجذرت الطعفية بكل هذا العمق فينا يقول السبب لأن الفكر النقدي العلماني لم يسمح له قط بدخول بئر العفونة المسمى بثقافة غرب آسيا الناطقة بالعربية أكو أمر آخر يدشير له بقضية نبيل فياض وهو أن الرجل يعني أهمية التنويرية كبيرة جدا هو صحيح ما أدى ما قدم فكر تنويري على مستوى نوعي كبير لكنه قضورة ونشاطة وأيضا هو كشخص من جذوره السنية وجوده في سوريا وعوامل كثيرة جدا داخلت معه هو رجل يكاد في كل تفاصيله سواء اتفقنا معه أو اختلفنا هو يكاد يدوس أو يلمس أو ينكأ جراحنا مؤظم جراحنا النازفة هو إذا النازفة هذه بشكل مستمر طبعا ما شاء الله نحن كعرب ومسلمين أو من يحيا في هذه المنطقة منذ ما شاء الله منذ عشرات القرون ونحن ننزف هو بالتواصل دون أن نفكر للحظة واحدة بمراجعة كل شيء أو بإلقاء كل شيء إلى القمامة والبدء من الصفر الصفر أقصد المعرفي والثقافي والفكري وليس الصفر السياسي كما يجري عادة وهذا ما جعل من نبيل فياض شخص ينطوي فيه السياسي والباحث المترجم والمفكر والناقد والمنتقد يعني كل الخلطة العربية الإسلامية موجودة فيه وبالتالي علينا أن نتقبله وكما هو بأتبار نموذج نختلف معه في هذه القضية ونتفق معه في تلك وهذا كما يبدو الذي ساهم في وجوده وحظوره المستمر رغم كل الظروف داخل الحاضنة السورية رغم كل مصاعبها ومخاطرها سواء من النظام السياسي الذي يحكم سوريا أو من المعارضة السورية المتطرفة أيضا بالقياس نفسه هذا الرجل كان مجازف ومغامر ومتطرف في نوعا ما في التوجه المعرفي من أراء فياض المهمة قال بأن الإسلام سينقرض وأن من يكفرنا منذ قرون بدأ الجميع يكفره الآن كان يتساءل داما كيف نواجه هؤلاء قال نواجه هؤلاء عن طريق الفكر والمعرفة رح أستيشد بواحدة من القوانة يقول الإسلام كل البشرية كتلة بالنسبة لإسلام كتلة لا شيئية هائلة الحجم مقابل هذا الكتاب الصغير الذي اسمه القرآن كل الناس حثالات ديدان ينبغي دوسها دون حماسة أمام فكرة غير ملموسة ماديا اسمها الله بل أن كل من يحيط بناء من كائنات حية لا يمكن أن تساوي إسلاميا شعر من رأس رجل مات ولا نعرف عن صورته الفعلية شيئا واسمه محمد الإنسان عبد الفكرة هذا هو أبسط ما يمكن أن يختصر الإسلام من تعابير والبقية تأتي يقول أيضا في كتابه كتاب مراثلات والعزة القومية هي ذلك الحمار الأعرج الذي ركبه بعضهم مقابل الطائفية للوصول إلى السلطة وما أن تربعوا فوق قممهم قتلوه خلعوا بدلات الرفاقية الموشومة بالنياشين القومية وارتدوا جلابيب الطائفية التي لا توحي إلا بأن تلك الكائنات أبعد ما يكون عن الحضارة ويستمر في هذا الكلام ويقول في خاتمته القومية مفهوم غبي آخر يمكن إضافته بفخر إلى القائمة الطويلة الغاية من مفاهيمنا الغبية طبعا لاحظوا أصدقائي هو يتحدث بهذه اللغة ضد القومية داخل سوريا سوريا التي يقودها حزب البعث من شعار الأساسي أم عربية واحدة ذات رسالة خالدة هي لا أم عربية لا أم ولا عربية ولا واحدة ولا ذات رسالة خالدة في الحقيقة قال أيضا في الفقرة 19 كان الإسلاميون كأية جماعة قبلية بدوية لا تمتلك حيال الحضارية إلا مشاعر العداء يطرحون ببراءة متعبة مفهوما مغرقا في الموميائية يقول أن أبعد مسلم في هذا العالم أقربوا إلى المسلم الآخر من جاره غير المسلم ألم يقول أحد الإسلاميين السوريين أن المسلم الباكستاني أقربوا إليه من جاره المسيحي جاء بعدهم القوميون دعاة الإشتراكية فطرحوا أن الرباط القومي هو الأهم وأن ابن جلدتهم أي كان تموضعه أقرب إليهم من غيره ثم يقول في فقرة 30 أن الدين في نهاية الأمر هو الدجاجة التي باضت القومية في هذه البلاد القومية لم تأتي نتيجة فهم علمي علماني لأنطلوجيا الشعب القومية كانت وما زالت النتيجة النهائية للدين وهنا يشير إشارة واضحة إلى النظام السوري ويقول وبعد حكم دام أكثر من 30 عاما لأحد الأحزاب القومية في أحد الدول العربية نتفاجأ بالجهاز الإعلامي في تلك الدولة بالذات يتحدث عن الأمة الإسلامية كحقيقة لا ريب فيها وأضاف بأنه لقد أراد بعضهم أن يقدم في تلك البلاد في المنطقة التي تسكنها أديان متعددة حلا لأزمة الوحدانية المفهوم الاستفزازي الأشهر فاكتشفوا القومية لكنها كما ظهر بيضة دينية قشرتها قومية وحين آن أوان الفقص لم يخرج من تلك البيضة إلا صوص على رأسه عماما ويرى بأن رجال الدين صنفان لا ثالثة لهم أما صنف غبي أرعان متعصب أو صنف آخر ذكي خبيث يعرف تماما أن حقائقه مجرد خرافات يقود بها الرعاء من أنوفهم لذلك فأن حياته تدور بكاملها حول سرمدة أكاذيب يعتاش من ورائها هؤلاء من ورائها هؤلاء كما يرى باختصار هم ديوك الله الرومية كما اسمهم نيتشة وعنده كتاب بالمناسبة عن نيتشة والدين ثم يقول لا توجد في الإسلام امرأة محترمة في الفقرة أربعين وقال أن المرأة في الإسلام هي متاء أما كل ما تبقى فهو يأتي ثم يتحدث عن النساء العراية قرب مكة أو المسجد النبوي وقال أن مجتمعنا هو أكثر أخلاقية بكثير من مجتمع الإسلام الأولي في المدينة يقول عمر بن الخطاب ما بال رجال يطؤون ولائدهم لم يعزلوا عنهن يعزل عنهن يعني يتم إخراج القذف خارج الرحم والعزل برأي ابن عباس لا رأي للجارية فيه يعني الجارية يتم العزل عنها دون أخذ رأيها بعكس الحرة سوف نتحدث لاحقا عن الحجاب لكن نعرف تماما أن الحجاب لم يكن مطبقا على الجواري الحجاب في الإسلام طبقي وليس ديني فقط الزوجات الحرات محجبات الجواري وهن الغالبية الساحقة من النساء كنا أنصاف عاريات على سبيل المثال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا رأى أمام مختمرة لما بيشوف مرأة محجبة حط خمار ضربها وقال أتتشبهن بالحرائر فيظهر من الأمى رأسها ويداها ووجهها وقد كانت الإماء علىها بالصحابة يمشين في الطرقات متكشفات رؤوس ويخدمنا الرجال مع سلامة القلوب شيخ الإسلام بن تيمية حجاب المرأة ولباسها في الصلاة تحقيق محمد ناصر الألباني صفحة 37 شوف ويرو البيهقي عن أنس كنا إماء عمر رضي الله عنه يخدمنا كاشفات عن شعورهن تضربه ثديهن وسنده جيد كمان شيخ الإسلام بن تيمية الكتاب السابق صفحة 43 ثم اهلاً في الزمن الأموي في الزمن الأموي حقيقة فتح الباب على مصراعي أمام موضوع السراري يعني إذا بدنا نجي نبدأ ب بغناء موسى بن نصير عام 91 هجرية بلغت 300 ألف رأس سبي بوعث خمسها إلى الوليد ابن عبد الملك أي خمسين ألفاً ابن القتير الجزء الرابع صفحة 259 نفح الطيب الجزء الأول صفحة 116 وقد استقدم موسى معه إلى دمشق 30 ألف عذراء من الأسر القوطية النبيلة أسف ابن الأثير 472 يعتبر الأمويون أول من أوجد الملاهي في عهد يزيد بن معاوية وجاء تجيوع الأمويين لذلك ليشغلوا الناس عنهم وكانوا يابنون العواصر المستحراوية التي كانت أشبه ما يكون بأماكن لهم طب هون رح ناخد رح أعطيك مسأل واضح عن تشييع المرأة الذي هو غير معقول عبد ملك ابن مروان طبعا ما كان بعد النبيب زبان طويل بيقول من أراد أن يتخذ جارية للمتعة فليتخذها بربرية ومن أرادها للولاد فليتخذها فارسية ومن أرادها للخدمة فليتخذها رومية ابن قيم الجوزي أخبار النساء 11-12 العقل الفريجي الثالث صفحة 132 وحدث مرة أنه سعيد أخو سليمان ابن عبد الملك اشترى مغنية مشهورة بمليون درهم يعني يعني نحن عايشين يعني ما بعرف أنه نحن ما كانوا ملايكة يعني وتوكل شو بيكتبوا عنه محي السنة ومميت البدع لأنه هو كان الضرب القسمة للمعتزل سادة العقل في الإسلام يعني يعني لما أنت معا ما فيوني وليش ما أفهم هذا الكلام تشوي فيه؟ لا 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 ما وتشوي فيه؟ يا أخي هيدا الزلمي هيدا الزلمي المتوكل على الله العباسي أتلوا ابنه ابنه أتلوا بي وكان الزلمي سكران ووقع بين الرجلين الجواري يعني هيدا الحاجة تتفق عليها كل المراجع الإسلامي هارون رشي أنه سيدنا المتوكل على الله العباسي رحمه الله قتل في مسجل سطرب والغناء وكان سكران وأتلوا ابنه بس موضوع موضوع الجواري موضوع الجواري ما في أي أحد يقدر ينكره لأنه موضوع يعني كانوا يتعامل معه بشكل طبيعي لأنه كان عرف سائد على سبيل المثال يمكن أنت هلأ إذا تشوف رجل حاطت كحل تنفر منه وتحسنه شي غريب بهذاك الزمن كان الكحل موضوع أقل من عادي خاطة هائلة وسجلت هنا عندهم أي لغط أو أي إشكاليات أو حماسي كانوا لا يرون بأسا أن تنتقل المرأة إلى عدة أزواج هيدا هون بتمثل هيدا هون لب المشكلة يريدونها مثلا أسماء ابنة عميس اللي هي اتنا أهلة بين كذا زوج أبو بكر وعلي ابن أبي طالب يعني غيرهم وغيرهم وغيرهم غيرهم وغيرهم وغيرهم وما كان عندهم مشكلة وهم اليوم وهم اليوم يعني بحكي عن زمن الإسلام الأولي وعن زمن العباسين يكرهون هذا ويستمسجونه في بعض ويعافون المرأة الحرة إذا فارقت زوجا واحدا ناول الآن موضوع الترجمات نبيل فياض الخطيرة أنا أرى بأن فياض كان يختلف عن أغلب المترجمين في أنه يختار نصوص نوائية جدا ويستفيد في تقديمها وأيضاح أهميته خاصة في ترجمته لكتاب هاجريون وأرى بأن هذا الكتاب أحدث ثورة كبرى وهزة في جميع العالم الإسلامي خلين نسمع فياض نفسه يتحدث عن هذا الموضوع الهاجريون الكتاب هو من تأليب الباحثة صديقة باتريشيا كروني ومساعدة مايكل كوك وقد قمنا بترجمته قبل أعوامل النغة العربية الكتاب ترجم بتعاون مع الصديقة باتريشيا كروني التي زارتنا في دمشق أكثر من مرة وقمنا بشطب فصل كامل من الكتاب لأننا وجدنا أنه لا يتناسب مع روحانية كتابها الآخر حول الشرع الإسلامي بموافقتها أيضا كذلك قمنا ببعض التعديلات والإضافات فيما يتعلق بفصل الهاجرية اليهودية بعدما حصلنا على مجموعة من النصوص اليهودية التي تحكي عن بداية الحكم الإسلامي في منطقة بلاد الشام طبعا كما رأيتم رجي تحدث عن هذا الكتاب يعتبر مبادرة من عنده لتقديم شيء يساعد على فهم تاريخنا وتراثنا الديني خاصة هذا الكتاب كما قلت أحدث ثورة كبرى وهز في جميع أنحاء العالم الإسلامي لم تأد صورة الإسلام المبكر التي وصلتنا وترسخت في أثهاننا كما هي كانت مشاهد الإسلام المبكر والأحداث وما جرى في الخلافة الراشدة والعهد الأموي والعهد العباسي كنا نتصور بأن هذه قضايا لا تقبل النقاش لكن الآن تضح الأمر بأن هناك الكثير الكثير بل الكثير جدا مما يستدعي النقاش بدأت الآن أسئلة عن حقيقة النص القرآني مصادر هذا النص أنا أتحدث الآن ليس إيمانيا إنما أتحدث في مجال البحوث وهذا المجال لم يعد بالإمكان التغافل عنه أو التغاضي لا يمكن لأي باحث يحترم نفسه تخلي أو تجاوز على هذه الأمور أرى أيضا أن التصدي نبيل فياض لترجمة هذا الكتاب هي تصدي غير مسبوق ونادرا ما جازف باحثون وكتاب ومفكرون في ترجمة عمل من هذا النوع هذا العمل جرى تجاهلة لسبب خطير لأنه ينسف الرواية الإسلامية التي آمن بها الجميع على مدى قرون طويلة هذا كان ناقوس خطر ولكن هذه الترجمة أحدثت هذا الصدى الهائل لكن ما زالت أبعاد هذا الصدى تتفاعل وتتواصل مع الزمن ربما يعتبر البعض أنه أنا أبالغ في هذا الأمر لكن ليس الأمر كذلك الكتاب لمن يطلع عليه سيجد بأنه لم يأخذ بعد مساحة الحقيقية ففي هذا الكتاب من العمق والغنى والثراء المعرفي والفكري ما لا حدود له أنه ليس كتابا يقرأ في جلسة واحدة أبدا بالحقيقة أن هذا الكتاب هو بحر في كل سطر منه يتفجر في وشك بحر من المعرفة والعمق والفرص المفتوحة على الابتكار والإلهام هذا ليس متحن بالكتاب إنما وصفا له هناك أشياء نعترض عليها أو نتفق أو نختلف لكن الكتاب عميق في مصادره وفي التقاطاته وفي آراءه فليس بالكتاب العادي على الإطلاق سر أهمية الكتاب هو هذا وهذا أيضا الذي يدفع الفياض لأنه أعتباره الكتاب الأهم عن الإسلام أنا أعتبره من أهم وأخطر الكتب اللي صدرت فعلا خلال نصف القرن الماضي هو هذا الكتاب سواء بطبقة الإنجليزية أو طبقة العربية عن طريق نبيل فياض والسبب لماذا؟ حتى نوضح أكثر أن هذا الكتاب هو يدرس منهجيا وليس روايات وكلام عابر يدرس منهجيا المرحلة التكوينية للإسلام هذا الكتاب بالأصل صدر سنة 77 من قبل المؤرخين باتريشيا كرون هذه الصورات أمامكم ومايكل كوك هذا على ماذا اعتمدوا؟ قالوا هذه الرواية الإسلامية كارثية ولا يمكن اعتماد عليها فيها تناقضات لا أول لها ولا آخر وكما قال أيضا نبيل فياض قبل شوي بالفيديو فاختاروا طريق صعب جدا راحوا يدورون على الأدلة الأثرية والوثائق المعاصرة لفترة ظهور الإسلام وظهور الرسول والرسالة المحمدية وراحوا بحثوا باللغات العربية والأرمينية والقبطية واليونانية والأبرية والآرامية واللاتينية طبعا هم يجيدون هاي اللغات كلها وهذا اللي يخلهم يأكسون التصور التصور الانعكس تماما تصور تاريخ الإسلام التقنيدي كما ورد في كتب التراث الهاجرية ليش سموا الكتاب باسم الهاجرية؟ سموا لأنه وجدوا هاي الكلمة موجودة بالوثائق التي عثروا عليها في القرن السابع التي ثبت أنها تعود للقرن السابع زمن ظهور الدعوة المحمدية هذه الكلمة انتشرت بالقرن السابع وهي تشير إلى القبائل شبه الجزيرة العربية خاصة شمال الحجاز وجنوب فلسطين والأردن هذه المناطق كانت تسمى القبائل بالهاجريين يعني أبناء هاجر أي أحفاد المصرية هاجر زوجة إبراهيم هي التي حملت بابن إبراهيم إسماعيل هو هذا العرب بعد ذلك اعتبره جدهم الأعلى وفقا لهذا الكتاب كانت الفتحات العربية للأراق والشام ومصر حركة مجرد حركة يهودية مسيحانية شكلت فيما بعد ما عرفها باسم الخلافة والتي احتلت القبائل العربية المهاجرة من شبه الجزيرة العربية طبعا مركز الصدارة فيها هذه الخلافة هي التي أبرزت لنا قبيلة تدعى قبيلة قريش وهذه كلها كانت ضمن محاولة يهودية عربية لإستعادة الأرض المعودة من الإمبراطوريا بيزنطي يعني هي أشبه بعملية تحرير لهذه المنطقة من احتلال روماني وهذه العملية طبعا بالمناسبة هي موجودة من أيام المسيحة والثورات اليهودية من قبل الميلاد 300 قبل الميلاد إلى 600 إلى 200 هي ثورات يهودية عارمة ومتعصبة جدا كانت ضد الاحتلال الروماني وهذه العملية استمرت وأنتجت وأفرزت حركات دينية من أن تأخرها الإسلام وبعد ذلك ظهرت الشيعة والسنة هذه كل هي كانت عملية ضمن محاولة يهودية عربية لإستعادة الأرض المعودة والتي تسمى في سبيل الله المعنى في سبيل الله في سبيل تحرير الأرض يعني أورشاليم القدس أو بيت المقدس هذا أيضا يطلع بعد ذلك القرآن وفق هذا التصور هو كتاب حسب واسبرو هو أستاذ ميشيل كوك وكوك وباتريشيا هذا كان يعتقد بينه القرآن لا وجود له والنبي محمد أيضا لا وجود لهما قبل القرن الثامن يعني قبل ظهوره يعني بعد ظهوره بقرن ونصف تقريبا فقال لا وجود لشيء اسمه قرآن ولا أي شيء وهو أستاذهم هذا فكان يقول بأن القرآن هو أيضا تبنوا هذه الفكرة باتريشكرون وبالهاجريين بأنه قالوا بأنه هو كتاب من القرن الثامن الميلادي ومستخلص بالأساس من مصادر يهودية مسيحية وشرق أوسطية بينما كانوا يعتبرون النبي محمد بشيرا سابقا لعمر المخلص أو الفاروق وفق التصور اليهودي أي بمعنى النهاية حتى أخسمها هذا الموضوع أنا راح أتحدث عن موضوع الهاجريون كتابة في حلقة منفصلة أفصل فيها كل ما جاء في هذا الكتاب هو كان الفكرة الرئيسية قل بأن القرآن هو كتاب لم يأتي بزمن محمد ولم يأتي على محمد إنما هو كتاب موجود من أصول أخدم من ظهور الرسول حسب الرواية الإسلامية بقرون وأنا أيضا راح أنا ملاحظ أنه لا توجد دراسة دقيقة بس أعتقد قرية دراسة الباحثة التونسية كتبت عن كتاب هاجريون لكن بنفس نوعا ما كتاب جيد طبعا ممتاز لا شك لكن أنا حاول راح أقدم دراسة لهذا الكتاب مفصلة رغم أنها دراسة كتاب من هذا النوع ليست بالعملية السهلة على الإطلاق حتى لو كانت لدى الباحث أو القارئ أو الدارس خبرات عالية جدا لكنني سأغامر عسى أن أوفق في هذا الموضوع والآن من كتب المهمة جدا التي أصدرها الراحل نبيل فياض كتاب النصارى تاريخهم عقائدهم وجد بأنه كتاب مهم جدا لأنه يرى في هذا الكتاب أن النصارى هم المسيحيون اليهود المسيحيون أو الحركة يهو مسيحية التي تختلف تماما عن حركة المسيحية الهيلينستية أو الهيلينية الهيلينستية أدق العبارة هذه المسيحية هي التي كانت المنافس أو التي رفضها الوسط الغرب آسيا أو الشعوب والغرب آسيا خاصة في العراق والشام والجزيرة ومصر هؤلاء كلهم رفضوا هذه المسيحية التي كانت تناصر روما أو البيزنطية بعد ذلك وأن النصارى هم ليسوا المسيحيين إنما المسيحيين يهودية أو هؤلاء هم الذين انقرضوا وكان الإسلام هو الوريث الذي حضر وغاب من ورثه يعني النصارى غاب وبقي الإسلام من كتبة الثانية كتاب مهم جدا إبراهيم بين الروايات الدينية والتاريخ هذا موضوع مستفيد وبحج جريه لأنه مسألة إبراهيم أو أبرام هذه مسألة معقدة جدا وإلها علاقة كثيرة من التداخلات وكل الأديان تدعي وجود هذا النبي أو الأب أو البطريار الروحي للناس كتاب مصدر من أهم المصادر اللي اشتغل عليه فروقات المصاحف وأشار لهذا الموضوع بالفيديو مصحف علي بن أبي طالب وأيضا مصحف مصحف أبي وغيرهم وعبد الله بن مسعود هذا من يعني من أشياء النادرة وأيضا هو اعتمد على جيفري هسا راح نتناول أدى كتاب زمن معاوية أدى أيضا هذا الهاجريون تحدثنا عنه فروقات المصاحف هذا نفسه أدنا أيضا هذا طبعة أخرى فروقات المصاحف زمن معاوية حوارات قاصة بقضايا المرأة تابو هاي سلسلة طلعنا واحدا من الحلقات المقابلات الصوتية معا لكن اعتقد هذا ما عندي الموضوع الإسلام المبكر في أربعة نصوص يهودية هذا أيضا مصدر مهم جدا يعني أنا ما منطلع عليه بصراحة عندي رغبة شديدة بين هذا لأنه الغياب الملاحظ أنه التاريخ السيرة التي نقلها العرب والمسلمين سيرة منقوصة وتحاول دائما أن تلغي وجود الآخرين ودائما لا وجود لآخر ولا وجود لأي مصدر خارجي وهذا شيء نادر يعني حتى اليهود الغريب أنهم يعني ما يطرقون حتى ينفون وجود يهود في يثرب ولا يعني اليهود اللي معروفين بشدة حفظهم لأخبارهم لا يذكرون بأي شك مشكال وجود يهود في مدينة يثرب أو في الجزيرة العربية عدى اليمن طبعا أدى كتاب آخر هاي كتب أخرى في رحيل الفياض الإسلام البكر نفسه هذا هو طبعا تخصص في فيورباخ وهو واحد من مؤسسي الدراسة العلمية الدقيقة لل الدين وهو هذا طبعا عنده سلسلة معظم معلفات فيورباخ ترجمها وهذا جهد كبير جدا طبعا هنا هذا واحد من أشهر كتب أم المؤمنين تأكل أولادها هذه هو كان نتيجة حوار أو جدال بينه وبين الإمام البوطي وهو من كبار علماء الشام يعني يوازي في مرتبة مبتي الأزهر في الشام فهو دخله في خلاف مع هذا ووصف بأن أم المؤمنين تأكل أولادها وكان يشير بها مسألة أنه الصراع بين الصحابة وأن المسألة ليست بالتقديس الذي جرى بعد ذلك وهذا نحن نتحدث عنه حوله بجيات نتشاو الدين عنده هذا كتاب آلهم ما منطلع عليه بصراحة أتمنى لأن أنا عندي حلقة عن نتشاو الدين وعندي أيضا حلقة أخرى عن نتشاو الدين لكن ما عندي فكر عن هذا الكتاب عنده عنده أيضا فروقات المصاحف هذا واحد من أهم بحوثه وأعتقد يحتاج إلى تأمل ودقة في هذا الموضوع عنده أيضا اليهودية والإسلام ترجمه عن إنجليزية والألمانية والأبرية ألم لا تتعرف بي أرف أبرية أول مرة أعرف وحققه وقدمه طبعا لا بد نشير بأنه النبيل فيال إلى دور كبير في تقديم يعني لا يكتفي ليس من المترجم العادي الذي بجرد يقدم شيئا إنما هو معني بالموضوع بل هو ينتقي أشياء التي يراها مهمة ويحاول نقلها للعربية مع دراسة مستفيدة عنها تضيء الموضوع أكثر ما هو بدون أن يقدم كيف ما اتفق معنا هذا دليل على أنه شخص حريص ويحاول أن يقدم رسالة حقيقية وعلمية دقيقة للقارئ طبعا عنده سيكوليج الجماهير غوستاف لوبون أنا ما كنت أعرف أنه هو من المدقيقين والمراجعين لهذا الكتاب أيضا يوم أن حضر الجمل من السقيفة من كتبة المعروفة والمشهورة جدا عنده هذا الكتاب أيضا يا ريت اطلع عليه هو تلمود البابلي رسالة عبد الآثان هذا تلمود مهم جدا وفي هذا الكتاب أنا ذكر شفته بهذا من اللقاءات قال قال أنه وجد 200 نص في هذا التلمود مطابق إلى حد حرفي لآيات موجودة في القرآن الكريم أيضا عنده كتاب مهم أيضا وين بالله أشوف قصص أهل القرآن في الكتاب ترجمة وتقديم وتعليق عنده أيضا مراثي اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى وهي يرى فيها بأنه عملية تهديم أصنام اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى كان أمر لا حاجة له هذا هو اللي أدى إلى كل التراث الإرهابي أو التاريخ العنيف الذي صبغ الإسلام بصبغته منذ وفاة الرسول أو منذ الهجرة إلى المدينة إلى يومنا هذا وأن الأمر لن ينتهي بدون أن نكف عن تحطيم الأسنام أو رفع الأسنام التي هي موجودة أصلا لأن الرجال الدين هم أصنام كبيرة عندنا كلمات مفهوم الله أصبح مفهوم صنمي مفهوم النبوة مفاهيم كثيرة جدا أصبحت بمثابة أوثان السلفية عندما يتحدثون تشعر أنهم يتحدثون عن أوثان يعبدونها بل ولا يفكرون بمجادلتها فهذا الأوثان اللغوية أنا أعتبر المفهومية أخطر بمليون مرة من أي وثن حجري أو من خشب أو من تمر حتى طبعا من كتب اللي يعتبط بها عندي يعني من كتب جوهر المسيحية الفيرباخ وعندي أيضا من كتب كتاب حول الدين أيضا الشايير ماخر اللي هو من مؤسسية التعويلية لهيرموناتيك وأيضا أيضا عندي كتب من كتبة جوهر الإيمان مارسون لوثر وهذا بحسب يعني التقديم والتعليق هو فيرباخ طبعا نفسه فيرباخ معنى بالعلماني يعني نهر النار يكون نهر يمن شنقلاد باخ باخ يعني نهر يكون نهر اسمه باخ وفيرباخ يعني نهر النار بس هو اسمه فيرباخ ما لا علاقة بالمعنى طبعا أنا أنا تفاجأت بأنه هو مترجم كتاب أو رواية دي أتش لورنس عشيق لدي شاترلي وهي رواية غرامية شبه شبه جنسية طبعا تضح بأنه هو مترجم هالأصلي بليس وليس حن عبود وهذا ما أعرف كما صادرة طبعا بهذا الخصوص باسمه وليس باسم حن عبود وهذه قائمة بكتب بكل كتب نبي الفياض أو أغلبها ممكن تطلعون عليها بعضها ما ذكرتها منعتها محمد نبي الإسلام وترجم عن الإنجليزية لعمل مايكل كوك وأيضا كتاب رسالة إلى اليمن وبعد حكاية الطوفان مثلا لم أذكرها أو لم أرها مقالة في القمع لم أرها أيضا الشاعر المرتد عزراباوند هو مهتم أيضا بالجانب الأدبي عزراباوند من رواد الحداثة وكان أستاذ أو اعتمد عليه تي أس إليوت في الأرض الياباب وهو شعر يهودي أمريكي والآن أصدقائي قبل الفاصل سنتحدث عن رأيه في مسألة جمع القرآن وهذا رأيه أنا أعتبره من المهم جدا للطلاع عليه وأيضا متابعة كل البحوث التي درس فيها هذا الموضوع الخطير والهام جدا والذي سيشكل يعني موضوع الأساسي للعقود القادمة وهناك معاهد كثيرة تعمل في هذا المجال أو لا خبر ولا رواية أستطيع اعتماده بشكل دقيق في مسألة متى مات أبي بن كعب هل قتل أم لم يقتل معنى شي كله كذب كل أكاذيب لكن نحن مضطرين نتعامل مع هذه الأكاذيب لأنه غيرنا يؤمن بهذه الأكاذيب أنا شخصيا لا أؤمن بكلمة واحدة من كل هذا التراث نعم هذه من الصعوبات أكيد نبدأ كيف جمع القرآن هذه أظن أنها تكون قاعدة جيدة لنبدأ الدخول في تفاصيل تفاصيل التحريف وكيف كانت أنت تطلب مني أنت تطلب مني المستحيل طبعا الاستنتاج لما هو موجود طبعا مئة ألف رواية يمكن ولا رواية مشابهة للأخرى إلا ما ندر يعني هناك من يقول أن القرآن جمع على عهد النبي وقبل أن يموت النبي أو قبل أن يرحل أتصل أو بعث إلى عمر إلى علي بن أبي طالب وقال له هذا القرآن خده اكتبه فأخذ علي القرآن وكتبه لما نعرف كان مبيو قال كان مكتوب على الأحجار كان مكتوب على العظام أخذوا كتبه فطلبوا منه أنه بعث له أبو بكر طبعا كانت باعة أبو بكر طبعا البيعة كانت لأبو بكر يعني الحقيقة الشخصية الحقيقية في البيعة وكل هذه التفاصيل له عمر بن الخطاب فبعث له أبو بكر أنه أنت لماذا تأخرت عن بيعتي طبعا المصادر الشيعية تقول أنه كره البيعة ورفضها المصادر السينية تقول لا هو كان موافق على البيعة فقط نعم يكتب القرآن لكن يتفق السنة والشيعة بأنه فعلا كان يكتب القرآن إذا أنت تفصيل البسيط يعني أنه كم يوم أخذ بكتاب القرآن لا تعرف أخذ من ثلاثة أيام لستة شهور يعني ممكن ثلاثة أيام بتلاقي مئة رواية ممكن ستة شهور بتلاقي مئة رواية الآن يقال أنه أخذ هذا القرآن حطه على جمل ما بعرف ليش حطه على جمل حسب رواية اللي عقوبي أعطاه لي عمر بن الخطاب فتحوا عمر بن الخطاب قال له ما بيرزمنا عنا شي يعني بكفينا بهالمعنى أنا أتكلم بلغة عمية حتى يفهموني فرجع عمر علي وكان منزعي جدا وقال له هذا القرآن لن تروه بعد الآن أبدا وأعطى الأولاده وطبعا الشيعة يقولون أنه حاليا القرآن تبعا لي هو مع القائم نعم سننتضح مبعد يعني خبرية كمان هذه إحدى الخبريات التي لا أستطيع أن أوثقها عقلانيا بشكل ولا بطريقة المهم زمن عمر طبعا بمعركة اليمامي صار كتير قتل أو وقع كتير من القتل المسلمين منهم كتير من القراء ومعركة بئر معوني يعني كتير مات من القراء فخافوا أبو بكر وعمر أنه يعني يضيع أكتر مضاع يعني أكيد باليمامي وبيبئر معوني حسب الروايات تقول الرواية أنه عبد الله بن مسعود لما أسلم زين بن ثابت كان حافظ سبعين أي سبعين سورة هكذا إحدى الروايات تقول هو اعترض على زين بن ثابت طبعا هو اعترض وعنده قولة مشهورة أنه لما كان هو يعني أنه كان هو لما هو آمن لما كان مسلم كنداك زيد كافر ببطن في صلب أبي كافر ما بعرف وهو اتهم أنه كمان يهودي لأنه بحسب تاريخ المدينة بيقول وكان يهوديا يلعب له ذو أبتان ذو أبتان ترجمة نانسي قنقر 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 حتى سين تاريخ الفضاء يعني علم الرجال تبع الخوئي أنا ترى تضيع وقت تضيع وقت بالكامل يعني أنه مسلم سمعته جيدة حتى إذا عرير رواية تكون هناك رواية مزبوطة لا هذا cliff لا منل منطقي يعني البخاري عند المسلمين يعتبر هو رقم اثنين بالقداسة بعد القرآن يعني يعتبر كل ما فيه صحيح البخاري بيحكي لنا عن قصة القردة الزانية اللي رجموا القرود واللي شارك أحد الصحابي برجمة يعني كل هذول اللي رووا هذه الرواية أوادم ومسلمين وطيبين وحبوبين واللي بدك يا لكن رواية غير عقلانية كيف بد يقبل فيها أنا يعني بكفيني بس أني أنا أقول أنه فلان عن فلان عن فلان عن فلان ودود كل يتون جيدين وطيبين وقوادب إذا الرواية مزبوطة لا كمان فيه عقل أنه أنا كيف بد يقبل برواية مثلا بتقول أنه في ديك رجلي عند بالأرض وراسه عند الله براسه عند العرش لكن رواية غير عقلانية كيف بد يقبل فيها أنا يعني بكفيني بس أني أنا أقول أنه فلان عن فلان عن فلان عن فلان ودود كل يتون جيدين وطيبين وقوادب إذا الرواية مزبوطة لا كمان فيه عقل أنا كيف أدي أبل رواية مثلاً بتقول أنه في ديك رجلي عند بالأرض وراسك كيف أدي أبل رواية بتقول أنه الشيطان لما بيسمع الأذان يهرب وآسف من الكلمة ويدرط حتى لا يسمع الأذان طبعاً أنا أشوف هذا الموضوع خطير جداً لأنه أشار إلى قضية مهمة أنه دائماً يأكدون على صحة السند وهذا موضوع أنا أشوف أنه يحتاج إلى بحث طويل لماذا يتم إهمال المتن وبعد ذلك البحث عن سند وما يسمى المجرح والتعديل هذا بالنسبة لي أنا أدي فرضية تقول بأنه بالأصل كانت هناك أخبار موجودة ومتن موجود وكان بحاجة إلى وجود سند أي أن المتن وجده قبل السند وليس العكس معنى المعاني أننا لم نأتينا خبر عن طريق أشخاص لكن الخبر موجود أصلاً ولا نعرف له أصلاً وفصلاً ولكننا بدأنا نكون له قصص وهذا الأمر أيضاً يشمل حتى على كثير من آيات القرآن الكريم أنه الكثير منها بدأوا يخلقون لها الآية موجودة والقرآن موجود لكنه أسباب النزول غير مفهومة فبدأوا يختلقون هذه الأمور وكلهم الناس كانوا معروف أنه هاي الكبار وكبار المفسرين والمحدثين وما إلى ذلك الذين انشغلوا بتأسيس وصناعة الرواية الإسلامية وصناعة الدين الإسلامي بأكملة هؤلاء جميعاً كانوا لديهم أغراضهم وأهدافهم ومشاريعهم وتوجهاتهم الخاصة وأيضاً علاقاتهم بالسلطة والسلطات المختلفة وهذا ليس طعن فيهم لكن هذا شيء طبيعي أنه كل إنسان لديه توجهاته سواء حتى توجهات الخاصة فلابد أن يكون له شيء من هذا القبيل والآن أنا أعتقد أنه الأمر هكذا لهذا السبب نجد وهذا واحدة من الحلقات راح أتخصص بها ورح أفصل بها أكثر نجد بأن المتن لا يمسه أحد لماذا لا تمس المتن وترفض أعمال العقل في المتن وهذا اللي أشار نبي الفياد قال هل يؤقل أن هذه الحكايات قرد الزانية وما لذلك ما زالت موجودة وما زال الجميع يصر على صحتها لماذا؟ لأن الهدف الأساسي هو عدم أعمال العقل في أي شيء وهذا الأساس الذي قام عليه الدين الإسلامي الموروث أو الذي أقامه الفقهاء يعني الدين الذي أقامه الفقهاء وعلماء الدين هو هكذا لا تفكر هذا هو المنقول فقط أخذه كما هو معنى المعاني العقل المرفوض وهذا هو الذي حيت الذي عطل ملايين البشر ملايين المسلمين والعرب من الدخول في عالم العقل في عالم الفكر في عالم الحياة في صناعة حياتهم في اكتشاف أمكاناتهم هذا عطل طاقة الإنسانية بأكملها وخلى فقط الناس يتحولون إلى قطعان واجبهم الوحيد هو الطاعة ثم الطاعة ثم الطاعة فإذا كانوا يرغبون بالعقل كما دعا لذلك المؤتزلة فمعنى هذا أنه سوف لن يبقى الدين الذي صنعوه كما يقول نبي الفياد قال هذا الدين الذي صنعه الفقهاء الدين لا يستطيع البقاء تحت الشمس الحقيقي لهذا السبب كانوا رفعوا السيوف من أجل حمايته ومنع كل من يحاول الوصول له أو مناقشته أو تمعن فيه ودراسته لكن أنا برأي أن هذا الموضوع بعد انتهى يعني ما عاد من الممكن أن تحتكر الدين أو تحتكر الإله وتحتكر الرسول وتحتكر الدين وتنسبه لنفسك فقط وما على الآخرين سوى اتباعك وإلا فأنت تصمهم بالكفر والكفران والإلحاد وما إلى ذلك فبالتالي هذا دين احتكاري الذي صنعه الفقهاء تلقى الشيعي الإمام الشيء يقول هذا ديني أنا وفقط وكل ما عدايا لا علاقة لهم بالدين والسني القرضاوي والسلفي فكل واحد أدل صنم مالتي يعتبر أنه الدين هو هذا ولا نقاش ولا تفصيل ولا لا تفتح فمك يعني ميزان العقل غير قابل للتصديق غير قابل للفهم فأنا لا أقول أني أنا عم بحاول أني أضع أسس لنقدية قرآنية على الإطلاق أنا أجمع روايات تتحدث عن تحريف القرآن ونقصه وتغيير بعض الآيات فيه تغيير بعض الكلمات لكن أنا هذه الروايات أجمعها في كتب من أجل من ربما بالمستقبل ربما بعد مئة سنة ربما بعد مئتين سنة مسقطعا هذا ما يسمى بالعالم العربي لا أمل فيه على الإطلاق هذول الناس فاتوا بالغيبة الظلامية الكبرى التي لم تنتهي فبالتالي ربما بالغرب ربما يطلع شي حدا بالشرق يعني حدا استثنائي جدا يستخدم هالكتب حتى لأنه هي بتهون عليه مسئلة البحث بتهون جدا مسئلة البحث عنده هذه الرواية لكن أنا عندي عشرات إذا بدك مئات روايات التي تقول أن عبد الله بن مسعود و أبي بن كعب و علي بن أبي طالب و عبد الله بن عباس أنا أتكلم عن الأهم و أبو موسى الأشعري و سالم قرأوا في مصاحف تختلف نصا نصا عن مصحف عثمان بن عفان طيب اليوم ورد عندي روايات تقول أنه النبي محمد كان يسمع أنه فلان بيقول له أنا هذه الرواية و هذا القرآن و هذا النص اللي أنا حافظه أخذته من أبي يسمع يقول له أنا لا أنا أخذتهم من فلان أنا أخذتهم و يشوف في في إذا بدك تعارض بين يعني ما في تطابق بالنص يقول له ما عليش ما أنا مشكلة يقول له ما أنا مشكلة مدام أنه بها المعنى أنه ما بصير حلال حرام ولا حق يعني مدام يعني هالاختلاف بالنصوص ما بيأدي لشيء غلط يعني يعكس الآية 180 درجة عاري روب الشي بدي ريحكوا طبعا هذه الآية هذه النصوص كلها أنا وثقتها عندي سواء عن طريق الإنترنت أو عن طريق الكتب وبالتالي النبي ذاته ما اعترض على أنه يكون في قراءات متعددة للقرآن طبعا الملاحظة هو راح ذكرتني هذه أباراته أنه يتحدث بصراحة الرجل ولا لا يخفي لا يحشى أن يقول أنه أنا أتحدث عن الدين الإسلامي بهذه الطريقة ولدي اعتراضاته ويعني يلمح إلى تحريف القرآن ويلمح إلى أنه نبي يعني يتحدث بعلمانية واضحة الرجل ولا يخشى أي شيء وهو بالعكس هو يقول أنا أنا أستغرب أنه الناس يخفون أسمائهم ورح يذكر لوكسنبورغ في هذا المجال ويقول أنا أستغرب ليش الرجل يعني هو رجل سوري أصلا من منطقة كذا حسب كلامه واسمعوا بنفسكم يأتي القائمة يأخذه وما سترى هذا القرآن عن جديد إلا مع عودة القائم أو ظهور القائم هذا النص قطعا قطعا مؤلف بعد علي بزمن كثير طويل شو عرف علي أنه الحسن بدي يموت ويحمل رأي الحسين وبعدها مثل ما بنعرف علي بن الحسين والباقر والصادق لا 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 يعني لا أعتقد لا أعتقد على الأطلاق لا أعتقد وهو كاتب عربي هو سرياني أعتقد أنه سوري من بيت ملكي وأنا ما أعرف ليش بتخبه وراء أسماء مستعارة يعني إحنا بسوريا ما كتير خايفين أنه نحكي عن أسلامينا الحقيقية المهم بايد موضى انتشرت بعد لوكسنبورغ لكن أنا لا أوافق علي أنا كنت بندوي ببرلين بسبب كتاب لوكسنبورغ وأنا بشوف أن القرآن أنا مع نظرية جايجر وشباير وهوروفيتس ولي هني جايجر أنا ترجم بكتابه اليهودية اللي بيقول ماذا أخذ محمد عن اليهودية واللي هو عنوانه باللغة الإنجليزية ترجمه باليهودية والإسلام مع مقدمة يعني أنا طريت لأشرح الكتاب بأكتر من 200 صفحة ونزل بعنوان اليهودية والإسلام ببيروت أنا مع النظرية لك تقول أن الإسلام أصله يهودي وليس سرياني أو نصراني أنا هذه الفكرة يعني حتى عندما كتب الأب جوزيف أزي صديقي كتابه القصة والنبي وحكى أنه ورقة ابنه فالهو اللي كان ورأسة القرآن وأنا لم أقتنع بهذه الفكرة يعني أعطيك مثل كثير بسيط يعني أنا بالقرآن عندما ترى أنك كتابي اسمه قصص أهل الكتاب في القرآن هو جزء كبير نصه تقريبا ترجمه لكتاب شباير القصة الكتابية في القرآن ونصه من شرحي وتأليفي لأنه كتاب شباير أديم بال36 وكان بده تحكي تلموت بابلي أنا وجدت 214 نص بالتلموت البابلي تقريبا مطابقة ربما أحيانا حرفيا لنصوص في القرآن طبعا من الأشياء التي لاحظتها أنه نشر نبيل فياض سنة 2017 يقال بأنه اعتراضي على طائفية بعض الشيعة الإمامية قال هذا أنه أقولها بالفهم المليان أنا عشت بوسط إمامي مدة تسع سنوات كاملة وأن ما يتهمون به على ألسنة أتباء ابن تيمية خاصة في المسائل الجنسية هي كذب ونفاق وتجني وعايب أن تصل إلى هذه الدناء لا حد الفحش الأخلاقي زواج المتعي قال بأنه موجود أيضا عند السنة بتسمية أخرى وهو قال ناقشت بوثاق في كتاب حوارات أما الكلام عن تقديم النساء للضيف فهذا لم تعرفه أي ثقافة في منطقتنا أخجلوا قليلا وصلنا مكب لنفايات الأمم بسببكم وبسبب شيخ إسلامكم المقبور ابن تيمية حسب تعبيره طبعا أنا ما أحب هذه العبارات على كل حال لكن هو هذا الكلام أنا أعتقد هناك ربما كان مخطئ فيها أو حسب أكورايا آخر أنا لا أحسن بهذا الموضوع إذا رجعنا للشيخ ميثاق العسر يؤكد أن هذه الأخبار عن هذا الموضوع صحيحة ومن أئمة المذهب ويجب أن من هو متخصص أن يرد أو ينفي هذا الموضوع لكن هو الشيخ ميثاق العسر يعني هو مرجع في هذا المجال وكثيرون يحاولون أن يردونه ويصدونه ويفندون ما يقوله وخلنا نشوف بعض هذه الأخبار التي تؤكد هذه الحقيقة ليس لدى الشيعة فقط بل عندي السنة أيضا مسألة إعارة الجواري كما ترون هذا واحدة من المصادر ملاذ الأخيار للشيخ المجلسي الإسلام لم يحارب الرق بل شرعه الصادق وهو الإمام جعفر الصادق السابق السادس قال لا مشكلة شرعية ولا أخلاقية في أن ينكح المؤمن الموالي أحدى جواريه أن ينكح أحدى جواريه ومعه في البيت من يرى ويسمع ذلك يعني مسألة ممكن حتى علنيا هذا أيضا مصدر آخر صحيح الكافي يقول جعفر الصادق وبأصح الأسانيد عندهم من اشترى جارية فوجدها حبلة فعليه ردها على الذي اشتراها منه لكن عليها أن يدفع نصف عشر قيمتها أكو قالت الحنافية فقهاء الأحناف لو أيقظ الزوج زوجته ليجامعها فوصلت يده إلى بنته منها فقرصها بشهوة خطأ حرمت عليه أمها مؤبدا لا أعرف شوية الفكرة لكن هذا ليس هذا الموضوع الذي أردت هذا الصادق إذا اشترى المؤمن الموالي جارية لتأمين متعته الجنسية وبلغه أن لها زوجا فعليه أن لا يهتم وينكحها لأن بيعها يمثل طلاقها في الوقت نفسه وهذا الخبر موجود بالكافي والمصدر والصفحة كما ترون هنا هنا أيضا يمكن للموالي متدين أن يحلوا لضيوفه أو أصدقائه الانتفاع الجنسي من جواريه ويرجعوا شرط أنه يرجعوهن نائريه بعد إتمام المهمة لا توجد فيها إساءة هذه المصادر أساسية لكل متدين لا يمكن لكنها كل ما في الأمر أنها غير مؤلنة أو غير معروفة وأنا عندي فكرة أنه الدين الصحيح هو هو الدين الغير الصحيح بالحقيقة لأننا نستلم ديننا من الجوامع ومنابر لكن هذا يقدمنا الصورة التي تتأقلم مع الواقع الذي نعيشه وبالحقيقة ونظن بعد ذلك أن الدين الصحيح هو هذا الذي تلقيناه من على المنابر وليس الدين الموجود من خلال أمهات الكتب أو علماء الدين الكبار هنا أيضا يقول بعض السئلة والشيخ قالوا لأنه هل هذا موضوع يتعلق بالشيعة فقط قال لا هذا موجود فقه الحجاز أيضا معروف عطاء بن أبي رياح رباح هو كان أيضا يكرم ضيوفه بإرسال جواريه إليهم للانتفاع الجنسي منهن لكونه يرى جواز إعارة فروجة جواري والمرقعون كما يقول أو ميثاق العسر يقاتلون بالأوهام للتشكيك بنسبة هذا الرأي والممارسة إليه هنا يقول وقيل لا حد عليه لشبهة الخلاف فالنعطاء بن أبي رباح رباح كان يجوز عارة الجواري وكان يبعث بجواري لضيفانه ما أعرف شو مشتقيه فلينتهض مذهبه شبهة في درء الحد هنا يتحدث عن هذا الموضوع البعض أعتقد هذا نفسه شفنا قال تعليق قال هناك فرق كبير بين رواية الصادق وعطاء فقال من يفهم النصوص ويتابعها مثاق العسر يتحدث بشمولية من يعرف الجوهر ويعرف اللا فرق في الممارسة والسلوك كما قام الصادق نفسه وبذلك فتأمل وفهم طبعا للرد على من يعترض على هذه الروايات الشخص عند السؤال أيضا كان مهم قال ممكن تقول لي كيف أعرف أن هذه الكتب محرفة غير محرفة فقال ما دام جواب العسر قال ما دام أن الطريق الحصري الاكتشاف ذلك هو نقولات العلماء فلا طريقة لك غير رؤية ما نقلوه وما أعتمدوه وما صححوه هذا أيضا يعني مرجع من مراجع الشيعة الخوئي كذلك يجوز لمؤمن الموالي أن يكرم ضيوفه لأنه رجل يعني ياخذ من المصادر الأساسية أيضا هنا هذا شفناها هذا أيضا خبر الطوسي تحليل فرج الجاري للغير من غير عقد لفترة جائز عند أكثر أصحابنا والآن أصدقائي سنطلق على رأيه في حروب الصحابة وأيضا موقعة الحرة التي تحدث فيها أو التي قتل فيها عدد هائل من الصحابة والتابعين في التي أثر المجزرة التي قام بها يزيد بن معاوية وأيضا ما الحوار الذي دار بين بين نبيل فياض واحد المتأسلمين قال له لماذا تثير هذه المواضيع يفترض أن لا نثير هذه المواضيع لأنها تضر بالدين ولا يجوز الحديث عن هذه القضايا أرجو سماء هذا الحوارس الصوتي رغم سوء التسجيل لأنه هو أيضا من حوار مع الأخر أنت قلت من أجل النهوض بواقع المرأة المتخلف بسوريا لابد من فك الارتباط نهائيا مع الشريعة الإسلامية ما تعليقك أستاذ نبيل أولا شكرا على الضطاق يعني أنا تطير تعليق على هذا كذلك يعني كنت أتمنى أن أعرف أيضا ذريك الإسلام عندما أنا أكذبت كل كتب يتوى عن كل الدين المقارنة وكذب الاسلامي كنت أسترش بأمهات كذب الاسلامية يعني عندما أتذكر أن أتكون جيدة من مقارنة في المشكلة للتحوات وكذب أم المؤمنين أأكل أولادها عندما أحدثت عن الأسئلة إضاءة كبير أخام الدنيا وإنما يقعدوها أنا أقول أن هذا كان موجود في المهات في الاسلامية لماذا يُعطب عن هذا كذلك أنت تتكلم موجودة الحديث الذي كان عندما أخذ الصحابة مجرد عندما أخذت معايشة أعرف عثمان أو عندما يتحاربون من يدانا دعون لذلك تتكلم هذا كذلك كنت أخذوا مرة فيها المكرة هذه مجرد وكذلك أكتب نسوص لكتاب المقبل الذي هو يتبش فيه هذه النسوط الحرب بمعنة كامل جدا في فنساني هي معنة الحرب التي تحاولت بعدها المكرة لفترة بالفترة للفترة 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 لتطبيق الجوائي وكذلك كان يطلب شخص ملتح فقال لي لماذا كنت أحاول أن أخذ مجرد أن هذا لماذا تتكلم عن ملتح الشيخ للماذا تتكلم على مكاعد الحرب هذا هذا الشيخ لماذا تتكلم عن مكاعد الدين لهم يريدون حصد هذا مقصد هذا تمه هذا مقصد الزراع الإسلام لا أخبر الناس وأحكم وأشتر الوضوط من أجل تطوير الناس ثقافياً ومحيثياً وحالياً أبداً لدينا شيء بأجمعها أبداً لكي أبداً لكي أبداً هل يؤمن أن هذا الكلام ووجهه لعقول الناس في المشكل هل يؤمن أنني أنا أسعر قد في مجلة تكون جداً للطواطن مثل الشعب صمت وتعنى بذكة أم هذه القدمة الثقافية الولادية والأمانية للغة العربية أمنح من عملي في حين يسمح لهذه المجلة المجلومة من قبل آل كفتان وآل كفتان وآل كفتان هل يؤمن أن هذه الشباب في مهد الدولة وفي مهد الدولة، هل يؤمن أننا الكلام وأننا نتجنب حاولنا كثير وفشلنا حاولنا كثير وفشلنا الإلماني قوي جداً يدمر كل أسس الطائفية بسوريا تيار يصير على المواطنة، يصير على مجتمع مدني، يصير على دولة مدنية ويعمل بكل طاقاته على تدمير الأسس المنهجية والمعرفية للطائفية ولا أنا أصدقائي تحققت بالنهاية نبوءة نبيل فياض بأن الإسلاميين تحرقون المنطقة، قال هذا في مقال كما ذكرت بالبداية سنة 2009 قال هذا أن سوريا تحترق وبالصراحة هي المنطقة احترقت بسبب هذا الزخم السلفي الأصولي الشيعي الذي ما زال يحاول ونجح في جانب كبير من هذه المحاولات في إعادة المنطقة إلى زمن ماضي يعني إلى درجة أصبحنا الآن الحالة العربية أسوأ من حال شعوبنا في القرن الأول الهجري تخيلوا هذا الحال، يعني حال المرأة على سبيل المثال أسوأ من حال المرأة في القرن الأول الهجري بل أسوأ من حالها في زمن حكم الرسول ليصرب المدينة المنورة في ذلك المقال تحدث في الختام نبيل فياض عن أن سوريا تحترق كما قلت وهذا اللي قال عن طريق سفرة من دمشق إلى حلب ورأى حجم التطرف الذي كانت حجم التوجيه الديني الذي يتم زرعها في عقول الناس في كل مكان وخاصة في الأرياف وقال بأن الإسلاميين انتصروا في النهاية رغم الهزيمة يعني في الفترة الأخيرة قال أن هذا هو اللي أدى في النهاية رغم الهزيمة العسكرية لأن الإسلاميين هم الذين انتصروا وقال لماذا؟ يعني حاولي حل السبب قال لأن الدولة راحت بعد انتصارها تزايد على الإسلاميين وتأسلم المجتمع وتنشر الدعوة الدينية ومعاهد الدين أكثر من المعاهد العلمية والثقافية معنى المعاني أصبحت الدولة هي مصدر التخلف وليس مصدر التخلف والتجهيل والتعمية والتدمير الممنهج للشعب الذي هي مسؤول عنه والذي يفترض بها أن تطوره وتحثه على التقدم والابتكار ومنازعة أو منافسة دول العالم في مجالات العلمية والتقنية والتكنولوجية التي يتقدم نحوها الجميع أو يتسابق الجميع من أجلها بينما ماذا نفعل؟ نحن حائرون بين من هو متخلف وبين من هو أكثر تخلفاً وهذه المزايدات بين قادة الحملات التخلفية أو الرجعية بحيث وصل الأمر إلى أنه قادتنا السياسيين وحكوماتنا ودولنا هي أصبحت هي مصدر التخلف وهي التي تنابز وتنافع وتكافع من أجل إدامة زخم هذا التخلف المهم أنه هناك من يطيعهم هذا فكرة نبيل فياض قال بأنه بالنهاية يعني نجحت الدولة بهزيمتهم عسكرياً طبعاً هذه الدول كلها نجحت بهزيمة الإسلاميين عسكرياً بدعم من الدول الكبرى وهذا لابد أن ننتبه له هذه مسألة يجب أن نهتم بها بشكل كبير جداً معنى المعاني أن هؤلاء باعوا الناس والمجتمع إلى الإسلاميين وجعلوا تبرعوا بالشعوب والمجتمع بأكمله إلى الإسلاميين وأداموا تخلف هؤلاء مقابل حصولهم على دعم القوى الكبرى وهذه هي المعادلة الفضيحة كان الإسلاميين أصلاً هم منهضوا بدعم من الدول الكبرى عندما تخلت عنهم الدول الكبرى لأنهم تطرفوا بدلت هذا الدعم وبدأت تمنحه لقادة هذه الدول المؤتمدين من قبل دول العالم والمدعومين بشكل واضح هذا لا يخفى الأمر أمر آخر ذكره بأنه ما الخبر وفاة الفياض هو أيضاً يؤكد يؤكد بأننا ما زلنا غير قادرين على النظر للأمور بطريقة متوازنة وموضوعية ولا أحد كان ذكر بأن الرجل هذا مات فقير صحيح عند مواقفة التي عانع من الناس اللي يعترض عليها لكنه مع هذا الرجل ما قبل أن يبيع نفسه ومواقفة ملايين الدولارات كان بإمكانه أن يفعل هذا كثير من المثقفين فعلوا هذا أيضاً ومن هؤلاء المثقفين والمتأسلمين من من كان من أكبر حلفاء النظام لكنهم عندما تغيرت الظروف تجده أصبح ثورياً فجأةً ويزايد على هذا الرجل الرجل صحيح عند مواقفة سيئة أو فضل أن يقف إلى جانب النظام كما يقول وليس إلى جانب الدولة إلى جانب الدولة وليس إلى جانب النظام لأنه وقال لكن هذا كلاهما سيئة فعلى الأقل هذا أفضل من ذاك وهو لم يخفي هذا هو لا يخفي على الإطلاق اعتراض على النظام الدولة ونقلت لكم كلامه عن القومية اللي هي المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه الدولة السورية مع هذا الرجل انتقده بشكل قاسي جداً بل يعني لو لم لك ما أعرف كيف سكتوا عننا أقدم ما يقول واضح أننا لا نقرأ التاريخ كما قرأه نبيل وكما أكد فيه نبيل أيضاً يعني المفارقة أن الرجل عندما مات شفته مشهد جناسته بضعة أشخاص وكأنه يذكرنا مشهد النبي نفسه عندما توفيه فلم يجد من يدفنه من كل أصحابه إلا بضعة أشخاص وهذا مسألة معروفة موثقة وبينما كان جميع الصحابة يقفون تحت سقيفة بني ساعدة لكي يحضرون هذا الجدال العظيم حول من يخرف الرسول وكانوا على شفى حرب أهلية وهي حدثت فعلاً حرب أهلية التي سمت بعد ذلك حرب الردة وأيضاً استمرت إلى معركة الجمل وعند نبيل فياض كتاب أن المعركة بدأت من يوم السقيفة إلى يوم معركة الجمل واستمرت حتى يومنا بأشكال مختلفة طبعاً رأي نبيل فياض في هذه الحروب المستمرة واضح يقول بأنه لا مبرر لمتابعة هذا الجدال بين السقيفة وحرب الجمل والخلافات التي نجمت عنها كل ما حصل هو مجرد لأخالي من القداسة التي أرفيت عليه لكن اللي علينا أنه نعرف بأن هؤلاء كانوا جميعاً بشر لديهم أطماءهم وأفكارهم وأسبابهم وتوجهاتهم وبالخلاصة أن هؤلاء لا يجب علينا أن نجعلهم يحكموننا إلى الأبد أصلاً قصاتهم التي وصلتنا متناقضة وهم ليسوا بقدوة لنا بأي شكل من الأشكال الرجل كان حاد في كلماته جارح أيضاً حتى في عباراته وكباك أنه لا بد أن نعترف بأنه كان شجاء يقول ما يراه دون لبس ولا مواربة بل أنه يقول كما رأيتم أنه من شدة شجاعته وقدرته على التصريح يقول أنا لا أفهم لماذا البعض لا ينشر اسمه ويعلن عنه وأنا أتفق معهم في هذا الأمر نحن في النهاية سلعاناً من الناس أنا بوجتي وصورتي واسمي وأقول ما لدي لا أسئل أحد أتحدث عن أفكاري وأقولها كما هي ولا أزعم بأنني على حق كامل وكل ما في الأمر من حقنا أن نقول ما نشاء وهذا هو السلوك السليم والصحيح أنا طبعاً كما قلت لا أتفق مع كل ما قال الرجل لكنه كان روح كبير وكان طاقة خلاقة ومثابرة أدى هائلة على التفكير والعمل والإنتاج هو الرجل أفنى عمره في البحث ويعني الأهم من كل هذا هو الترك أنه تراث ممتاز لا يمكن لأحداً مننا التخلي عنه يعني أنا من الناس أندي ثلاث كتب عندي رغم أنني أعيش في أوروبا وبعيد عن أي مكتب عربي لكن لا يستغني أي كاتب أو مثقف عربي عن كتبة بأي حال من الأحوال يعني صعب أنه ما نجد أي واحد من أدنى كتاب من كتبة علينا أن نترحم على روح هذا الرجل وهو الرجل لم يقتل أحد ولم يؤذي أحد ولم يسفك دم أحد ولم يفتي بقتل أحد كما فعل كثيرون بل كان يقف ضد كل فتوى وضد كل تكفير وقتل ودماء وكراهية وتعذيب وتوحش وكان يقف دائماً ضد كل أصحاب الدنيا وعارض السلاطين والمنافقين أو الطلقاء كما قال أحد الكتاب عموماً شكراً جزيلاً على النصات وأتمنى أن أكون ما طورت عليكم لكن هذه الحلقة كانت صالت ثلاثة عيام أشتغل بها وتعبتني بصراحة كثير وأتمنى أن تحظى باهتمامكم وعلى الأقل هي فيها مقاطع منتخبات من أقوال نبيل فياض وجمعتها من مصادر عديدة مع الشكر لهم جميعاً طبعاً ترجمة نانسي قنقر